قامت بعثة برئاسة النائبة فاطومة إسحاق هارون بذارة لإقليم البضحة وذلك بهدفه التحقيقات حول المنظومة التربوية في الإقليم وفي نهاية جولتها صرحت بالحديث التالي إن البعثة وصلت إلى آتها في السادس من نوفمبر الجاري وبعد جلسات عمل مع السلطات الإقليمية تجول أعضاء بعثة عظم المدارس في الثلاث مقاطعات المكونة لإقليم البضحة وهي البضحة الغربية البضحة الشرقية والفتري خلال هذه الزيارة لامست اللجنة حقيقة التعليم والمشكلات والقصور في هذا القطاع فالمدرسة وفقا للمتحدثة مريضة عن حقه ويجب معالجتها وأشارت رئيسة الوافد فطول إلى أن جميع المعنيين بهذا القطاع في الإقليم أبدوا استعدادهم ورغبتهم الجادة في إنجاح الإصلاح المنشود للمدرسة الكادية كل الحقائق التي تم الوقوف عليها سيتم وفق فاطومة إسحاق هارون إدراجها في التقرير الأخير للجنة والذي سيرفع للحكومة في الأيام القادمة كما قامت بعثة برلمانية أخرى بذيارة أعمال إلى إقليم أمدرس بهدف معرفة أعمال السدود بقرية جورو فيكي هذا وكانت البعثة بقيادة كل من النائب البرلماني آدم خميس وعبد الرحمن برو عباس أباكر مصطفى تتواصل جولة المسؤولين الإدارين بإقليم إنيدي شرق إلى القرى بالإقليم بهدف تفقد السدود المائية التي يستفيد منها سكان القرى حيث وصل الوفد إلى قرية جورفكي التي تبعد بحوالي 60 كم عن مدينة أمجرس فقد وقف الوفد إلى السدود التي تضررت جراء الأمطار في موسم الخريفة ومن هذا المبدأ فقد طلب نائب البرلماني بالإقليم من الحكومة العمل على إعادة بناء السدود لاستفادة أهالي القرى منها جزء هذا يحتاج تدخل سريع من الدولة لإعادة التأهيل لأن إذا تخلينا في سنة الجاي سيدر السد كاملا ولذا ندو من الدولة من وزارة المياه تدخل سريع لإيجاد حل لهذا السد كما استمع الوفد إلى مختلف القضايا ومتطلبات السكان من هيث الدعم اللوجستي والفني لصالح المنتجين الزراعيين والاستفادة القصوى من هذه السدود وتوفير الأمن الغذائي رأس الأمين العام لإقليم البحيرة وثمانك لآدم أعمال طاولة المستديرة حول موضوع المياه الصالحة للشرب وكيفية الحصول عليها جرت في الملاسبة بمدينة باقس الله تغير عبد الرحمن آل الرحمن إن مسألة الحصول على المياه الصالحة للشرب وكذا النظافة فضلاً عن محاربة المجاعة تلك هي أهم النقاط والمحاور التي نقشها المشاركون في ورشة الطاولة المستديرة بمدينة باقس الله إلا أن من أبرزها مسألة موضوع المياه الصالحة للشرب والحصول عليه بالكم والنوع وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة المدير العام النائب لمنظمة الحد من المجاعة إيميل لوكيلو أوضح بأن مسألة المياه الصالحة للشرب أمر ضروري ويدخل ذلك ضمن برامج المنظمة التي تسعى إلى مساعدة سكان إقليم البحيرة كما يتطلب ذلك إيجاد الوسائل والطرق التي يتم أبرها التنقية وتكرير المياه بغية استعمالها وفقاً للطرق الصحيحة تفادياً من الأمراض أعقبه في الهديث الأمين العام لإقليم البحيرة أثمان كلي أدوم الذي قال إن موضوع الحصول للمياه الصالحة للشرب يعطباً من أولويات الهكومة التي تعمل دوماً على إتاهة الفرصة لجميع السكان داخل الأراضي الوطنية بالحصول للمياه بطريقة ميسرة وطلب من المشاركين إلى تمعن النظر والعمل بجدية لبلغ الأحداث المنشودة حذا وقد تمخضت من هذه الطاولة المستديرة إذا اتقرارت وتوصيت انصبت جلها حول تحسين مصادر المياه وتوفير الماء الذي يعطبر شريان الحياء لجميع سكان إقليم البحيرة عن طريق الهكومة وشركائها في هذا المجال أطلق الأمين العام لإقليمي كانيما بكر الحاج حملة توذيع أدوية لكبار السن الحملة نظمت من قبل المندوبية الصحية الإقليمية جاثر محمد أحمد في السياق هذا التقرير الذي يقره عبد الرؤقات الهاروم من أجل مكافحة عمل عيون المعروف بمرض التراكومة الذي تسببه بكتيريا كاميديا تراكتيست والذي يصيب الأفراد المتقدمين في السن وكذا بعض الشباب تأتي هذه الحملة التي نظمتها مندوبية الصحة العامة بإقليم كانم بالتعاون مع شركائها لفحص وتوزيع عدوية وعلاجات لها تبدأ في كلمته بهذه المناسبة مندوب الصحة العامة المؤقت لإقليم كانم ما إن أبكر صديق أوضح بأن التراكومة مرض خطير وينتقل من إنسان لآخر عبر البكتيريا التي تأتي نتيجة لعدم النظافة الجيدة لليدين كما طلب من المسؤولين الإدارين ورجال الدين والتقليديين تسهيل الإجراءات لإنجاح هذه الحملة حتى يستفيد منها سكان المنطقة أما الأمين العام لإقليم كانم أبكر الحاج عبد الكريم لدى إطلاقه فعاليات هذه الحملة ذكر جهود الحكومة المتمثلة عبر وزارة الصحة العامة والتي تعمل على مكافحة الأمراض المستعصية وتوفير أساسيات الصحة العامة للمواطنين كما دعا جميع السكان الخروج بكثرة من أجل الاستفادة من هذه الأدوية هذا واختتمت مناسبة إطلاق هذه الحملة بالتوزيع الأدوية لبعض المواطنين الذين حضروا هذه المناسبة بالمركز الصحي بمدينة ماو حاضرة إقليم كانم إليكم قراءة هذا الخبر حيث أكد محافظة إريبة بإقليم وادي فيرة صالح حقار تجاني عبر هاتف أجراه صباح اليوم بصالة تحرير بالتلفزيون الوطني حيث يخبر أنه في ليلة 23 من نوفمبر 2017 أن مجموعة من العصابات المسلحة قامت بالاستلاء على أحد المواطنين بهدف الاستلاء على سيارته وعند دخوله مدينة إريبة قامت قوات الدفاع والأمن بالرد فورا على هؤلاء المجرمين والعملية أصفرد عن مقتل أحد الجنود الشاديين ومن ثم لازو بالفرار إلى مخيم إيرديبي حيث دهمت قوات الدفاع والأمن المخيم ووجدت مسدسين وأثلحة من نوع أكلاش أنكوف ترجمة نانسي قنقر